لأن ما سبق ما كانت عملية سياسية كانت نظاما لعصابات مجرمة منفلتة قتلت وسرقت وباقت ودمرت ونهبت وما زالت مصرة حتى هذه اللحظة لأنها تدعو إلى التوافق والمحاسسة انطيني حسنك وانطيني وزارتك وأنا أكسر لك فلان وأنا أكتلك فلان مرحلة سقوط الخضراء تختلف عن مرحلة قبل سقوط هذه المنطقة فلكل مرحلة اشتراطاتها وتداعياتها وحوارها ولغتها وحلولها مبادرات تطرح من هذا الطرف ومبادرات تطرح من ذاك الطرف ودعوات إلى الحوار ممتاز أنا من الذين يؤمنون أن يكون هناك حوار وعقد وطني وقد نظلنا مثل هذا كثيرا لكن هذه المرحلة عندما ندعو إلى الحوار نتحاور على ماذا هل الحوار لغرض تشكيل حكومة أو نأخذ تنازلات من هذا الطرف ولذاك الطرف حتى نشكل حكومة عليلة مريضة لا توجد لها بيئة صحية تدعمها أو تتنفس من خلالها أنا أرى أن هذا من الصعوبة بمكان أن يكون تتازل هنا وتتازل هنا حتى نشكلنا حكومة مريضة الحوار الآن الذي يجب أن يكون والعقد الوطني وميثاق الشرف هي مراجعة حقيقية لما فعلته هذه القوى السياسية ضد هذا الشعب المسكين لماذا أخطأتم لماذا سرقتم أي الحكومات المتعاقبة التي يجب أن نفتح ملفاتها ونحيل رؤساؤها إلى القضاء لن يتيقن كيف تمت هذه الأمور دعونا نتحاور هذا القطيع الضال للمنفلت خارج إطار الدولة الذي بات يمتلك أسلحة ومعامل لتصنيع أسلحة وطائرات هذا من أبوه ذاك من خاله هذا من يرعى كيف نعالج هذا الملف على جندات والعمالة الخارجية وغياب المشروع الوطني والارتباط بالمخابرات والأجندات والدول على حساب هوية وكرامة العراقيين هؤلاء من ولمصلحة من ومنهم وكيف نخضاهم إلى القضاء الدستور العراقي والأخطاء الكارثية التي في الدستور منهجية الحكم خلال عشرين سنة أين كانت الأخطاء بها الملفات التي كانت تصنع والتهمة التي كانت تصنع ووضع الأبرياء في السجون هذه الملفات التي يجب أن يكون حولها حوار لنمهد لبيئة سياسية ووضع جديد تنطلق بها القوى السياسية من جديد هذا هو العقد الوطني الجديد موتعال ادفعني مشيني هاي الشهرين خلت تشكل الحكومة وبعدين نسولف تشكل الحكومة يجون الولاد يبقون الحكومة ناس ضد ناس أو نرجع إلى نفس المربع احنا ما ريد نرجع إلى نفس المربع ولن نقبل أن نعود إلى نفس المربع احنا كشعب اتفقت القوى السياسية ما اتفقت القوى السياسية ما محصن شي مثل والحصن زاد الشط نقص الشط هي لك لكن الفرصة مواتية أن نحاسب عن الجرائم الكبيرة وهذا يجب أن يكون من القيادات الوطنية المنصفة موديا من التخدمة الهراقيين وسبب للمشروع الطائفي وسبب للتهجير وسبب للقتل وسبب المليشيات وسبب الولاء الخارجي هو اللي يقعد بالعقد الوطني فلذلك أنا أحذر الذين يمتلكون الحكبة اللي يخوطون بصف الاستكان طلعوهم على صفحة نحتاج إلى حوار ولكن نحتاج إلى حوار لبناء مشهد سياسي جديد يختلف كل الاختلاف عن ما سبق لأن ما سبق ما كانت عملية سياسية كانت نظاما لعصابات مجرمة منفلتة قتلت وسرقت وباقت ودمرت ونهبت وما زالت مصرة حتى هذه اللحظة لأنها تدعو إلى التوافق والمحاسسة أنطيني حسنك وأنطيني وزارتك وأنا أكسر لك فلان وأنا أكتل لك فلان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر